موسيقى السلام عليكم معاكم دوني تايتونس كويت اليوم راح نستعرض جهاز WD TV Live Media Player الجهاز هذا تقدر تستعرض فيه الأفلام عن طريق Flash Memory أو عن طريق الهارد ديسك نفسه يعني تقدر تحط هارد ديسك فيه 100, 200, 300, 1000 فيلم كذلك ما فيه أفلام تقدر انك انت تشغلهم عن طريق هذا الجهاز الجهاز هذا يمتاز فيه انه هو يشغل جميع صيغ الأفلام AVI, WMV, MOV, MKV, MP4, XVID جميع صيغ الأفلام هذا الجهاز يشغلها وما عنده اي مشكلة في تشغيل الأفلام انا انصحكم بهذا الجهاز الجهاز هذا متوفر في X-Site سعره 27 دينار اللي حابلنا يشتريه يقدر يروح أي فرع من أفرع X-Site ويشتري هذا الجهاز نفتح العلبة ونشوف شونه يحتوي عليه هذا الجهاز هذا الخطة الأوجي التعريفية حق الجهاز هذه ورقة الكفالة هذا هو الجهاز بهذا الشكل وعندك كابل AVI وعندك محول الكهرباء وعندك البطاريات واخيرا عندك روموت أو روموت كنترول اللي تتحكم في الفلاش ميموري أو الهارد ديسك اللي توصله على الجهاز بحيث أنك أنت تطوف الفيلم تعيد الفيلم تعدل الصوت تضيف السبتايتل اللي هو الترجمة تقدر تتحكم في الجهاز عن طريق هذا الكنترول نفتح الجهاز طبعا هذا هو الجهاز مثل ما أنتم شايفين هذا الشكل هذا هي واجهة الجهاز لاحظ معاي عندك هنا وصلة الـ USB اللي تركب فيها الفلاش ميموري أو الهارد ديسك هذا من الخلف عندك هنا وصلة الكهرباء عندك وصلة الـ Optical عندك وصلة الـ Ethernet اللي هو الـ Internet أو الـ Network أو الشبكات عندك وصلة الـ HDMI للتلفزيون وعندك هنا وصلة الـ USB اللي تركب عليه الفلاش ميموري أو الهارد ديسك وعندك هنا الـ AV Out هذا هو استعراض اليوم أتمنى أن الاستعراض هذا ينول عجابكم إذا عجبكم هذا الاستعراض سووا لي لايك وسبسكرايب إذا ما عجبكم هذا الاستعراض سووا لي ديسلايك أتمنى نشوفكم في الفيديو شرح ثاني شكرا ومع السلامة شكرا